رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حاجة مهمة جدا جدا في هذا الحديث نعم نحن نقول بأن رسول الله بيعلمنا هذا هذه الاستعاذة وهذا التعويز وهذا الحال الذي يدخل فيه الإنسان عندما تذكر هذه الكلمات جامعة وهنا رسول الله بيعلمنا أدب مهمة أن احنا نجمع كل الكلمات فبدل من أقول أعيذك بلا إله إلا الله وأعيذك بلا حول ولا قوة إلا بالله وأعوذك ببسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض أو شوف هنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم شوف كده هذه كلمة من كلمات الله التامة هو عايز يقول لهم إيه؟ عايز يقول لهم يردد على سمعهم أني كل هذه الكلمات تذكرهم بأنهم في حمى الله سبحانه وتعالى طب حد يقول لي هل الكلمات فيها قوة تجعل الإنسان معوذ تجعل الإنسان في حمى الله؟ طبعا لأن هذه الكلمات أيضا وكأن الإنسان يتعوذ فيها يتعلق فيها بحمى الله بمدد الله بكرم الله ترجمة نانسي قنقر